لا صوت يعلو فوق صوت السوبر الأفريقي والله العظيم اتفائلت لا صوت يعلو فوق السوبر الأفريقي أمال جديدة وطموحات جديدة للنادي الأهلي النادي الأهلي اللي بيسابق التاريخ وبينافس نفسه النادي الأهلي اللي عنده سبع بطولات سوبر بيسعى أن يكون عنده بطولة السوبر رقم 8 عشان يوسع الفارق للضعف مع أقرب منافسي وهو نادي الزمالك زي ما عمل بالضبط ووسع الفارق للضعف مع ما زمبي والزمالك لما حقق نادي الأهلي عشر بطولات لدوري أبطال أفريقيا كمان عندنا كلام كتير خلال الحلقة هتشوفوه بس حابب أقول أن النهاردة اليوم العالمي للغة العربية ومن حد اشتغل في الترجمة والعديد من اللغات لغة العربية هي أحب اللغات إلى قلبي ولازم نفخر باللغة العربية لغة القرآن ويا رب بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية تفضل الشعوب العربية متجمعة ولو خرجنا من البطولة العربية بأهداف غير فنية وهي أن الشعوب العربية ملهاش في النهاية غير بعض بالتأكيد يا فارس ودي أهم مميزات أو أهم الفوائد اللي عايت علينا من البطولة العربية وبالمناسبة دي بنبارك للشعب الجزائري الشقيق من حقكم فعلا أن تفخروا بعندكم منتخب أول ومنتخب تاني والمنتخبين ما شاء الله أبطال المنتخب الأول بطل أفريقيا في 2019 اللي كانت بتحتضنها مصر والمنتخب الثاني أيضا بطل كاس العرب المقامة في قطر فوز على منتخب تونس الشقيق اثنين صفر سنائية رائعة بعد وقت إضافي وأعتقد يعني منتخب الجزائر أو شعب الجزائر يستحق أنه يفخر بهذا أو بهذين المنتخبين بقى لأن الأمانة يعني عندهم منتخب أول ومنتخب تاني أبطال وكمان يعني بلو هارض الأكل لمنتخب تونس وهارض الأكل لمنتخب مصر النهاردة كان بيلعب على المركز الثالث والرابع وبرقلات الترجيح قدري فوز منتخب قطر ببرونزية كاس العرب اختبارات فنية كانت مهمة وأكيد بنبارك للمنتخب الجزائري ونتمنى أن إن شاء الله يكون عندنا حظوظ أفضل في تصفيات كاس العالم في المباراتين الحاسمتين لأن فعلا حتكون الخسارة الفنية الأكبر إن احنا ما نكونش خرجنا بحاجة من البطولة دي لأن زي ما فيه إيجابيات فيه كتير جدا من السلبيات وكتير جدا من العناد وكتير من الحاجات اللي محتاجين نراجع نفسنا فيها ولكن